السلام عليكم يا حلوين عاملين ايه؟ الفيديو ده هيكون غريب شوية هوريكم ازاي نرسم امر مكتمل في الالوان المائية وكالعادة لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتدعموني ويلا نبدأ اول خطوة هنعملها ان احنا هنرسم الدايرة بتاعة الامر اي دايرة باي حجم انت عايزه انا هنا بس تعمل غطى الكاميرا علشان ارسم الدايرة وبعد ما رسمنا الدايرة هنبتدي نكون الالوان بتاعة الخلفية انا عايزة عاملها خلفية مجرة فهستعمل كالعادة اللون الكحلي الاول الكحلي هو مزيج من اللون الازرق واللون الاسود بتحط ازرق اكتر وكل ما بتحتاج اسود بتزود واللون التاني اللي هنستعمله هو اللون البنفسجي لو عندك جاهز في البلتة ممكن تستعمله على طول لو ما عندكش فالبنفسجي هو خليط من الاحمر والازرق وهنبتدي اول حاجة نفرد اللون البنفسجي على الخلفية طبعا باين في الفيديو ان انا مش ماشي على خط بتاع الدايرة كويس لان الكاميرا كانت فوق الرسمة وانا عادة ما ببقاش شايفة الرسمة كويس لكن بعد كده انا هزبطها فمش مهتمة او بالموضوع ده دلوقتي لكن الاحسن طبعا وانت بترسم تكون منتبه للدايرة اللي في النص وانا بعمل البنفسجي على اساس انه يكون من جوه غامق وكل ما طالع على برا بيفتح وبعدين من جوه هنبتدي نعمل اللون الكحلي طبعا هو باين ازرق مش كحلي لكن مش مشكلة دي الطبقة الاولى وبعد كده هنغمقه اكتر هنغمقه زي ما قلت لكم بان احنا نضيف عليه لون اسود اكتر وبعدين هنرجع على محيط الدايرة بتاعت الامر ونحط اللون الكحلي الغامق وانحاول ان احنا نعمل تدرج كده شبه تدرج المجرة احنا عملنا المجرة مرتين قبل كده وبفرشة نضيفة هنحاول كده نمسح شوية لون علشان شكل المجرة يطلع مظبوط اكتر وبس دي الطبقة الاولى هنسيبها تنشف وبعد كده هنقوم عاملين طبقة تاني فوقيها الطبقة اللي فوقيها دي عبارة عن اننا زودنا اسود وازرق اكتر لكن الاسود بيكون اكتر من الازرق علشان يدينا لون غامق اكتر وبرده بنغمق اللون البنفسجي شوية وبنحطه على الاطراف وانحنا بنغمق البنفسجي باننا نزود الازرق عن الاحمر اشتركوا في القناة وهنسيب الطبقة التانية دي تنشف وبعدين بفرشة فيها لون ابيض هنبتدي نخبط على الفرشة كده بصابعنا علشان نعمل النجوم اللي في المجرة واللي هي اصلا تأثير التناصر احنا عملناه بكده وهسيب لكم الوابط بتاعه في صندوق الوصف احنا كده خلصنا المجرة اللي وراه هنبتدي نلون الامر نفسه والامر من جواه هنستعمله برضو درجات الكحلي والبنفسجي لكن مخففين جدا فهنبتدي بمية اللون الكحلي كده نرسم شوية ظل على الجهة الشمال طبعا عادة في صور الامر بيكون فيه جهة منورة وجهة شوية بين فيها الحفر اكتر فانا هعمل جهة الحفر دي في الناحية الشمال وعادة برضو في صور الامر بيكون من تحت كده فيه دايرة صغيرة والدايرة دي طالع منها خطوط على فوق فانا برضو هعملها والاحسن وانت بترسم الامر انك تبص على صورة حقيقية للامر علشان تعرف الظل والنور بتوعه وتاني بمية اللون الكحلي هقوم مظللة الدايرة بتاعة الامر من الجهة الشمال علشان يدي استدارة اكتر وبعدين بمية اللون الكحلي هبتدي اعمل طبقة تانية من الظل على الاطراف وبردو ممكن نحط مية اللون البنفسجي علشان يدي تنوع في الالوان اكتر هنرجع تاني بمية اللون الكحلي ونظل للاطراف انا بعد كذا طبقة من الظل على الاطراف علشان يدي كده شوية تأثير ان في حفر واللي هي الحفر اللي احنا بنشوفها في الصغر العادية بتاعة الامر فبحاول كده اظل للاطراف علشان تديني شكل دواير وبسيب الحتة اللي في النص فتحة شوية وبردو لاحظ ان الدواير دي كلها موجودة في جهة واحدة اللي هي الشمال من فوق والجهة اليمين اللي تحت سايبها كده بريضة علشان يباني ان في منطقة ظل وفي منطقة نور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنرجع نحوط الدواير بتاعة الامر بدرجات البنفسجي برضو مايت لون ما تكونش ابدا تقيلة زي الالوان بتاعة المجرة اشتركوا في القناة وفي الاخر ممكن ننقط كده شوية من اللون البنفسجي على اساس ان دي حفر صغيرة في الامر وبس كده ده كان الشكل النهائي يا ربي يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة